الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول ما هي ضوابط هجر المبتدع هجر المبتدع الاصل ان المسلم لا يهجر المسلم في اي حال من الاحوال حتى لو كان مبتدعا الاصل عدم الهجر لان انسان قال لا يحل المسلم ان يهجر اخا فوقه ثلاث ولكن الهجر انغلب على الظن انه يأتي بالخير وانصلاح المبتدع او المعوج فليهجره كما فعل انسان مع كعب بن مالك وليست محددة بوقت طالما غلب على ظن انه انه ينصالح بذلك او يرجع عن بدعاته لكن ان لم يغلب على ظنه ذلك فلا يجوز له الهجر فوقه ثلاث لسيما ان عيش ارض الله انا ارض الله لما كانت تنفق بسبيل الله قالت زبير الاحجران عليها فلما سمعت بذلك اقسمت بالله الا تكلمه وطال الوقت وبكى عبدالله ابن الزبير اسف عبدالله ابن الزبير فطال الوقت عليه وما كان استطاع ان يتحمل ذلك فذهب الى المسلم بن مخرم والى غيره يشفعان عند عائشة فدخل فدخل فقال السلام عليك فقالت عليكم السلام فقالت عليكم السلام فقالت ندخل كلنا يدخل ويقصدون بذلك انا معهم عبدالله ابن الزبير قالت نعم فهو كان محرما فايش دخل عليها وكشف استهر ودخل وعناقها وبكى وبكت فقالوا لها يا ام الممين انك تعلمين ان الله رأى شدد في هجران المسلم وقال لسلم لا يحل لمسلمين ان يهجر اخها فوق ثلاث فقالت ان النظر شديد وبكت ان النظر شديد ان القسم شديد وبكت حتى انها اعتقت رقابا في هذا القسم فبعد ذلك يعني صالحت عبدالله ابن الزبير لكن الهجران الاصط عدم جواز هجران المسلم فوق ثلاث الا اذا غلب على الظن انصراح هذا المهتدى انما اذا كان سيغلب على الظن انه سيزداد بدعة سيزداد عطوة سيزداد منكرا على المنكر الذي هو عليه فلا يجوز هجر بحل من الاحوال بل يتألفه لعلى الله يعني يصلح بهذا يعني بحسن الخلق والتقرب اليه اشتركوا في القناة